عندك مجموعة واحد البركة ديال البارو وبغيتي ترجع لبلادك مربما تفتح شي مشروع او شيء من هاد القبيل فخليك معايا فالسي بي يعني عنده واحد الاقتراح من المسبة للمهاجرين اللي كيفكروا على انهم يرجعوا لبلادهم لكن الشرط الوحيد هو ما تقدرش ترجع اسبانيا المدة ديال ثلاث سنوات اذا كان كيهمك الامر فبقى معنا غادي نشرحوا مزيان هاد الاقتراح الاخير ديال سيرفيسيو بيم بليو لانه النسبة ديال البطالة ارتفعات وهما كيقلبوا على الحلول فاذا كان كيهمك الامر عندك واحد البركة ديال البارو فهما غادي يعطيوها الكاملة في دقة واحدة ولكن خصك تتعهد وتلتازم على انك ما ترجعش الاسبانيا المدة ديال ثلاث سنوات مربع ما بدك المبلغ تعمل شي مشروع ينجح لك المشروع وما ترجعش الى هنا مرة وماذا كان كيهمك الامر كينا اللايك ديالك بارتاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء وتبع معنا يعني حتى للاخر موسيقى موسيقى اخوان والاخوات اللي عندهم البارو راكينا واحد الفرصة او واحد السيتناء اللي عملوا السي بي موسيقى اللي يعطيكم البارو ديالكو كامل في دقة واحدة يعني بحالة اذا بغيتو ترجعو المغرب ولكن ما عندكم ش حق يعني تدخل اسبانيا حتى الدوز ثلاث سنوات يقع المغرب يقع ديالكو كامل يقع الانشفة الدولة في البارو ديالكو كامل يقع ديالكو كامل ترجعو الاسمين التجارة espania se situa a 2.000.000 casi 3.000.000 personas en el mes de este enero y ahora el cp permite cobrar el paro por adelantado a los inmigrantes en algunos casos expresionales y ahora vamos a ver el duel en la que se va a encontrar con ellos en esta situación vamos a ver el tefasil de este informe sino que no se puede ver el enero para ver el video de este informe que tienen un gran 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 de los amigos y amigos del hospital كما الشوخة المغربة والجالية المغربية في كل مكان سلام الله عليكم وتحية طيبة للجميع دل عدة مشاكل اللي كتعاني منها إسبانيا خصة المشكل ديال السكن بدرجة أولى فكذلك يعني الارتفاع ديال نسبة ديال البطالة خاصة في النهاية ديال هاد أشهر فالسيرويسيو بوبليكو ديمبليو يعني عمل واحد الاقتراح نقولوا احنا بالنسبة يعني المهاجرين اللي عندهم البارو وباغين يرجعوا لبلادهم وعطاهم واحد مدة ديال ثلاث سنوات على أنهم يعني يتخلصوا في ذاك البارو ديالهم كامل بورا ديالانتادون نقولوا احنا يعني مقدما ولكن مايرجعوش المدة ديال ثلاث سنوات يعني إسبانيا وهذا الشي يعني كنا سمعنا به من قبل وكان كذلك ناس يعني كي طالبوا بهذا الشي هذا يعني بهذا الاقتراح هذا المهم الخبر كنا في صحيفة بوس بوبولي اللي هضرت على هذا الخبر واللي كاتقول باللي السي بي يعني الاستثناء ديال السي بي اللي كي جبر المهاجرين على عدم العودة إلى إسبانيا لمدة ثلاث سنوات يعني لجمع البطالة يعني البارو في هات الحالة هنا السبب كما قلتكم وهو الارتفاع ديال نسبة ديال البطالة في إسبانيا خاصة في هذا الشهر هذا بلغ عدد العاطلين على العمل المسجلين في مكاتب خدمات التوظيف العامة في إسبانيا إلى جود المنايل والقرابة ديال 800 ألف بارادو شخص لواقفه شهر يناير هذا وهنا يعني كان عرض ديال العمل في فرنسا وإيطاليا يعني مع الطعام والإقامة وكل شيء كذلك هذا الخبر مربما رجعوا له وهنا كما قلتكم يعني السي بي يعني كتسمح المهاجرين بتحصيل إعانات البطالة مقدما في بعض الحالات السيطنائية وهذا ما ذكرته الهيئة على موقعها غادي ندخلوا الموقع وغادي نشوفوا يعني الطرق وغادي نخليكم أنا كذلك في أول تعليق لمن يهمه الأمر هنا الذي خصصت في بعض الأقسام لمختلف الافتراضات التي تنشع عند المطالبة بإعانة البطالة مثل حالة المهاجرين الذين يريدون العودة إلى بلدهم وعندما يتوقف عدد لا يحصى من الأجانب عن العمل في بلدنا تكون لديهم الرغبة في العودة إلى مسقط رأسهم على الرغم أنهم في معظم الحالات يفتقرون إلى المدخرات لازمة لدفع ثمن التذكيرات ديال العودة كل هذا يرجع إلى الوضع الاقتصادي الرهيب الذي تمر به إسبانيا حيث يعيد عدم الاستقرار هو البطل الرئيسي والارتفاع المستمر في مؤشر أسعار المستهلكين الذي أثر على الصحة المالية لجميع الإسبان وأسعار إيجارات بدرجة أولى كما قلتكم والمساكل التي لا يمكن الأجهال الجديدة تحملها والرواتب التي تظل مجمدة دون زيادتها بسبب التدخم هي بعض العوامل التي لديهم وتسبب لهم في سقوط الاقتصاد في الفراغ على مسواة الوطني هنا البيانات كاتبياً بلغ عدد العاطلين على العمل المسجلين في مكاتب دوائر التوظيف العامة كما قلتكم إلى قرابة ديال ثلاثة ديال ملايين شخص في شهر يناير وهو ما يمثل 1.23 مقارنة بالشهر السابق أي 20.44 عاطل على العمل بحسن البيانات التي نشرتها وزارة العمل وليه إلى آخره لدرجة الصعوبات الخطيرة التي يواجهها غالبية إسبان وخاصة بالنسبة للذين هم في خط البطالة فإن لديه سلسلة من ستناءات لتغطية احتجاجات مطالبين بإعانة البطالة في القسم الخاص بالأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى بلدهم يوضح الكيان أن المهاجرين الذين يلتقون إعانة البطالة يمكنهم طلب سلفة لتغطية تكاليف تذكر الطائرة وبطبيعة الحال هناك سلسلة من المتطلبات التي يجب الوفاء بها هنا المتطلبات هنا كنا اتفاقيات ما بين الدول وهالدول هي هادين بين هالدول كين المغرب اتفاقية كين مع الأرجلتين أستراليا، بوليفيا، برازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، وولايات المتحدة اتحاد الروسي الفيليبي، اليابان، والمغرب، والمكسيك، وبرغواي، بيرو، جمهورية الديمونيكان، تونس، أوكرانيا، أورغواي، بنيزويلة، سلبادور، كوريا، الرأس الأخضار، الصين، هذه الدول اللي عندهم اتفاقية معهم وهالدول، سوف نرى هنا، باش ما نطولش عليكم بزاف، وهذا شيء سوف نخليكم في أول تعليق، يعني الروابط، فيمكنكم يعني تطلعوا على هاد الخبر، والشروط، يعني باش يعني تسافدوا من هاد الاقتراح ديال البيبي، هنا سوف ندخلوا للرابط، ها هو في أول تعليق، بالي؟ هنا كيما كنت شوفوا هنا، بشروط المتوفرة، هذا هنخليكم يعني في أول تعليق، ونتمان ما تطلعوا عليه، ودخلوا، وهنا كي يعطيكم يعني الخبر هوا كيما كنت شوفوا، هاتهبطوا تحت كي يعطيكم يعني الأوبسيونيس، بالي؟ يعني هنا غادي نحاول نترجم هاد الخبر باش نشوفوا يعني شنو فيه أو هذا الموقع فين دخله كما تشوفه هنا أريد العودة إلى بلدي هنا إذا كنت أجنبيا من خارج الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون من خارج الاتحاد الأوروبي وترغب في العودة إلى بلدك فعرف أن فعرف ما هي المتطلبات والمعلومات الضرورية لتتمكن من تحسيل الدفاعات المتراكمة والمتوقعة لإعاناة بطالة والمساهمة هنا المتطلبات هنا كل شيء أنا ما غالي شيء نبقى نقرأ عليكم هاتش اللي كان هنا هاتشي نقرأ لكم في أول التعليق لمن يهمه الأمر هنا كما قلتكم يعني هنا في آخر المدة كما كنت شوف معي هنا المدة والمبلغ والوتائق اللازمة أين ومتى وكيف أقوم يعني بهذا الحويج هذه كلها وهنا كنا واحد الفورمولاريو بالي هو واحدة وهنا كيف آخر المقال بالي هنا كيعطيني فرا يعني باش نديس كارغر هذا أنا شوف نفتح هذا الفورمولاريو مهما تشهد كله وغادي نخليهكم أنا في أول خليكم الرابط فورمولاريو هوا كما شوي يعني كيتحل يعني هناك هناك سلوسيتود ديال ديال بونو أكمل أنتسبado يعني ديال البرستاسيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر